أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح جهزية الموازنة لدى وزارة المالية لإرسالها للبرلمان منتقدا معارضة البعض إعدادها من قبل الحكومة تحت ذريعة حكومة تصريف الأعمال وأقال صالح أن قيام البرلمان بحل نفسه سابقا عطل إرسال الموازنة وبالتالي بات من الضروري إرسالها وإخضاعها للنقاش لأن الوقت مهم في عملية تشريعها وتنفيذ فقراتها مؤكدا أن وزارة المالية لديها القدرة على تقديم موازنة قريبة الأرقام من الواقع والبرلمان له الحق بمناقشة الأرقام مع الحكومة الحالية والمقبلة وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن الدورة الانتخابية الحالية التي انبثق منها البرلمان لا يجب أن تكون عائقا أمام السنة المالية وتمرير الموازنة مضيفا أن العراق فيه زيادة سكانية تنتصل لمليون مواطن لذلك فإن تشريع فقراتها يخدم مصالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر